اشتركوا في القناة يعني المعاني التي يأتي فيها في هذا الفقر ان شاء الله سنرى سنرى المساعد طبعا يعني أننا بطريقة أخرى نتكلم عن نتكلم عن الفعل الصرف ديال الوفر بأفوا في البرزن إذا هذا الصرف ديالأفوا في البرزن طبعا ممكن أننا نصرفوه تماما كما هو فعل اتخ أو الأفعال الأخرى طبعا ممكن تصريفوه كما هو اتخ أيضا وباقي الأفعال في بقية الأزمينة حاليا نقتصر فقط على فالمعنى يبقى نفسه عند تصريف الأفعال في بقية الأزمينة فالمعنى يبقى نفسه فقط الذي يتغير هو الزمن إذا الوفر بأفوا ممكن أنه يأتي بعده اسم فيفيد الملكية نقول مثلا نوزعون إن هواتر يعني عندنا السيارة ممكن أن هذا الوفر بأفوا يأتي بعده فيه الآخر فيكون أفوار مجرد مساعد تماما كما وحال الوفر بأتخ إذا نتكلم في الحالة عن الوكسيليا أفوار سنرى هذا التمرين لنفهم المقصود من الوفر بأفوا طبعا هنا سنتكلم عن الوكسيليا أفوار وكما قلنا فيما سابق عند الكلام عن الوكسيليا سواء أفوار أو أتخ فهذا يعني بأننا نتكلم على أتخ وأفوار أمام فعلين وليس أمام اسمين أو مثلا أمام أداة ضرف إلى آخره إذا نتكلم عن أفوار وأتخ فهذا الحالة عندما نسميهما بلوكسيليا يعني مساعدين إذا فنحن نتكلم عن أفوار وأتخ أمام فعل آخر ففي هذا الحالة المستهدف هو الفعل آخر في حد الزامن معين فقط أن أتخ وأفوار يأتيان كمساعدين من أجل أن يكون لهذا الفعل الآخر معنى معين في الزامن طبعا الحال أو غيره إذا عندنا هاتمرينة لأجوتي لأكسيليا أفوار 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 سويدون أجوتي لأكسيليا أفوار أفوار سويدون عندنا نو تما نقاط تما مانجي فإذا ماذا سنضع في النقاط طبعا المطلوب هو وضع لاكسيليا أفوار طبعا نقول نو نو نوزعه طبعا حتى لو لم يطلب وضع فمن معنى الجملة والعبارة أنه يظهر بأن علينا أن نضع فمن معنى العبارة يعني أنه يبدو ويظهر بأنه علينا أن نضع لك سيليخ أفوار لأنه لا يمكننا أن نضع مثل هنا نصون منجي نحن أكلنا نصون منجي ثم تقول أنغاتو إذن المعنى سيضطريب عندما نقول نصون منجي نحن أكلنا أنغاتو كعكة غلاسي كمال نتكلم عن كعكة متلجة فالمعنى هنا سيكون مضطريب إن شئنا لكي يكون الجملة معنى إذن علينا أن نضع أفوار نحن أكلنا أنغاتو غلاسي نحن أكلنا أنغاتو غلاسي نحن أكلنا كعكة متلجة بمناسبة عيد ميلادي إذن نوزعون منجي أنغاتو غلاسي كمال نقول هنا من أجلي عيد ميلادي إذن سنستعمل هنا أفوار نقول نزعون نقول نزعون منجي أنغاتو ننتقل إلى الجملة الثانية عندنا نوقات ثم تكوم بخي الإكسبليكاسيون تكوم بخي الإكسبليكاسيون إذن ماذا سنقول هنا؟ هنا كما نرى عندنا إشارتين الأولى أن الكلمة المستهدفة التي سنبحث عنها تسبق تي تسبق الضامر تي ليس كما عندنا في الجملة الأولى عندنا نو ثم الفعل الذي سيأتي بعدها إذن هنا عندنا الفعل يسبق تي ثم ما يؤكد هذا هو علامة الاستفهام في آخر الجملة من هنا واضح بأن الجملة استفهامية إذن سيكون عندنا سؤال إذن ماذا سنقول؟ إذن سنقول أتو أتو كوم بخي الإكسبليكاسيون أفاهمت أو أفاهمتي الشرح الإكسبليكاسيون علي الشرح تجي من فعل إكسبليكي يعني فيعل شراحة الوضب إكسبليكي المقصود به فيعل شراحة طبعا الوضب كمفهندة فالباسي كمبوسي نقول جي كم��خي تي كمpri الح Skeلم نوزابان كمпри وزابي كمخي إلا عندنا جي كمخي تي كمخي إذن تية كمخي في السؤال نقول إذن في الجملة العادية نقول طبعا في السؤال تكون عدنا عكس الفاعل مع الفعل وفي حالتنا هذه يكون عدنا عكس الفاعل مع إذن سنقول أفهمت الشرح طبعا ما يمكننا استعمال هنا لأن استعمال هنا سنقول ماذا لأن استعمال هنا سنقول طبعا في الجملة العادية نقول يعني أنت فهمت ولسا أنت فهمت كما عندنا هنا إذن عندما نقول إذن المقصود أنت فهمت أنت من ستفهم هل أنت فهمت هل أنت موضوع الفهم هل أنت فهمت وكما نلاحظ أن هناك فرق كبير بين استعمال إذن استعمال أفوار إذن سنقول كما قلنا أتوكم بخي الإكسبليكاسيو أفهمت الشرح ننتقل إلى الجملة التالية إل آفي إذن كما نلاحظ عدنا له أفوار سابق لأكسيليير أفوار إذن عدنا له ذهب أفوار لوفيع الراءة قبله لأكسيليير أفوار نقول جيفي أنا رأيته تياذي أنت رأيته إذن كما نلاحظ هنا بأن الرؤية وقعت في الماضي إذن نتكلم عن لأفوار إذن نتكلم عن فع الراءة إذن أنا لا أرى الآن أنا رأيته فالسابق إذن نقول جيفي إذن إذن لكي نستعمل لوفيع الراءة في هذا المعنى بأنني رأيته إذن علي أن نسبقه بلوكسيليا أفوار كما عندنا هنا إذن أقول جيفي أنا رأيته ما الذي جعلني أقول بأنني رأيته لأن لوفيع فوار جاء بها الصغة كما قلنا أننا أخذنا منه لو بارتي سيباسي وكل فعل فالصرف عنده لو بارتي سيباسي ديالو كل فعل له صغة تسمى لو بارتي سيباسي طبعا نعود لجدول الصرف أفعال المتشابهة تقريبا تكون لها نفس الصغة إذن عندنا هنا لوفيع فوار إذن قبله لكسيليغ أفوار هذا الذي جعلني أقول بأنني رأيته في الماضي يعني أن الحادث وقع في الماضي هنا عندنا الأذي هو رأى ما الذي جعلنا نقول بأنه ورأى في الماضي ولا يرى الآن إذن طبعا الحال لكي نقول بأنه يرى الآن علينا أن نقول إل فوار إل فوار هو يرى ولكن هنا بطبعات الحال عندنا لكسيليغ أفوار ثم لبارتي سيباسي لفعل فوار إذن سنقول بأنه رأى فالماضي إل أفو طبعا ممكن أننا نضع لكسيليغ أتخنا ممكن أننا في حالات أخرى نضع لكسيليغ أتخ نقول إل أفوار طبعا الحال لكسيليغ أتخ ماذا نقول نقول جسوي مع جسوي تي طبعا لعدنا تي ثم أس تي ثم إلي ثم إلي أو ألي أو أني إذن طبعا الحال عدنا إيل بعدها أستي إذن نقول هو كما رأينا فيما سابق إذن ممكن أننا نقول إلي إلي يعني أنه هو رؤية إذن طبعا الحال عندما نستعمل لكسيليغ أتخ طبعا المعنى يتغير إذن سنقول إلي المقصود أنه رؤية ولكن علينا أن نغير بقية الجملة لا يمكننا أن نقول مثلا إلي لفيرم دونجولوي ثم نكمل الجملة لا يمكننا أن نقول هذا إلي طبعا هو رؤية وعلينا أن نكمل الجملة بما يتناسب مع هذه البداية نعود نعود للجملة عندنا هنا يعني هو وراء الفيلم دون الذي جلوي أنا له أنا الذي قلت له عنه أنا الذي حددته عنه إذن هو وراء الفيلم الذي أنا حددته عنه تقريبا هذا هو المعنى العام لهذه الجملة إذن ماذا نقول جلوي توم عدنف آخر جملة بارلي إذن هذا لبارتسي بارلي طبعا لبارتسي بارلي ماتلن في لبارتسي بارلي لبارتسي بارلي تنوى دعو لبارتسي بارلي دين الفيلم توم ندع أمامه يا أكسيليار أفوار أو أكسيليار أتر في الحال التي عندنا هنا طبعا الحال مع لبارب بارلي علينا أن نضع لبارتسي لبارتسي بارلي لبارتسي تكلم طبعا كل الأفعال التي تنتهي بأر يعني الأفعال من الدرجة الأولى يكون لها لبارتسي بها الشكل مثلا في البارتسي كمبوزي أننا نحتاج لها لبارتسي كما رأينا قبل قليل مع لبارب وار الأفعال التي تكون باد شكل إذن لبارتسي بها يكون باد شكل إذن عندنا الابي إذن عندنا لكسيليار أفوار ثم لبارتسي الفيلم وار إذن الابي هكذا نحصل على لبارتسي كمبوزي نفس الشيء الذي عندنا هنا لبارب عندنا لبارتسي باسي الخاص به طبعا سيسبق بلوكسي لبارتسي أفوار أو أتر هذا عامة طبعا لبارب لا يمكن إسباقه بلوكسي لبارتسي لماذا فعندما أقول مثلا جسو بارلي يعني أنا الذي تكلمت ولكن ليس تكلمت كما نحن في اللغة العربية تكلمت يعني أنا الذي خرجت في الكلام هذا هو المقصود إذا استعملنا نوكسي لها إذا قلت مثلا جسو بارلي يعني أنا الذي قدفت في الكلام أنا الذي خرجت في الكلام كأن شخصا تكلم وأنا خرجت مع تلك الكلمات إذا سأقول هنا إذا كان هذا الأمر صحيح سأقول جسو بارلي كما لو نقول جسو باتي يعني أنا ضربته قياسا على هذه العبارة جسو بارلي يعني أنا خرجت في الكلام إذا ماذا سنقول هنا عموما إلا في لفيلم دون جلوي أت بارلي جلوي أت بارلي طبعا لماذا أت طبعا أفوار مع ج يعطينا أت إذا المقصود هنا في الأصل جلوي جلوي ألوي يعني أنا تكلمت له إذا عندنا جلوي طبعا نحن نقول ج لماذا لأن نحذف أ لأن أفوار مع ج يأخذ إذا طبعا سنحذف أ لج ثم نضع أبوستخوف حتى لا يلتقي هد الصوتيان إذا نقول ج بارلي أنا تكلمت طبعا لوي ستفصيل بين ج وبين أي وبالتالي فإن ج ستعود لها أ الخاصة بها إذن سنقول جلوي طبعا سندع هنا آ الخاصة بأفوار طبعا لأن عندنا هنا في الأصل ج بارلي في الأصل هد بارلي هي تأتي ضمن صرف التابع لج إذن عندنا بارلي هنا هي ضمن صرف التابع لج طبعا بقية الصرف هو أن نضع أفوار مع بارلي وسيأتي في سيارات آ إذن سنقول جلوي المقصود أنني سعددت له عن هذا الفيلم الذي رأاه إلى الفيلم دون جلوي إبارلي ثم ننتقل إلى الجملة الرابعة ج الابوستخوف روكوني كون ج الابوستخوف رونكونتري إذن ماذا سنقول هنا طبعا بنفس الطريقة التي رأينا في الجملة التالتة سنقوم بنفس الشيء هنا عندنا ج هنا لذوب روكوناتر روكوناتر يعني أنك تعرفه أو تعترفه بفضل مثلا إذن نتكلم عن لذوب روكوناتر إذن عندنا ج روكوني الابوستخوف روكوني إذن المقصود أنا عرفت كون عندما ج ثم الابوستخوف رونكونتري رونكونتري المقصود بها إلتاقة إلتاقة هذا الرب رونكونتري المقصود به إلتاقة إذن ماذا سنقول هنا إذن طبعا مع ج سنضع آئي بنفس الشكل كما رأينا في الجملة التالية إذن سنقول يعني أنا عرفته طبعا للأصل الأصل هنا ج روكوني الأصل أنا عرفته طبعا سنضع هنا أو يعني أنني عرفتها أو عرفته أولا 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 لأن لأن لأ مع آئي الخاص بأفوار إذن طبعا سنحديف هذا أ أو أ في حالة إذا كنا نتكلم عن بنت أو سيدة إذن طبعا سنحديف أ أو أ ثم نضع أفوار حتى لا يلتقي الصوتيين حتى لا يلتقي الصوتي أ أو أ مع أ الخاص بأفوار إذن سنقول ماذا ج الأصل ج ل أ روكوني لنفترض بأن عندنا هنا اللوح الخاص بمذكر إذن سنقول ج أ روكوني طبعا سنحديف أ حتى لا يلتقي الصوتي أ مع الصوتي أ إذن سنقول ج روكوني يعني أنا عرفتو ك عندنا الأpostrophe سنقول ج روكوني ك ج روكوني اشتركوا في القناة